مجلة علاء الدين من المجلات المتخصصة والمهتمة والمعنية بشكل كبير جدا للكتابة عن الطفل وحقيقة لها أدوار كثيرة متعددة ومتنوعة لكافة الأصعادة والمستويات دور إعلامي وتعليمي والتوعوي وفكري ودور في اكتشاف المواهب المختلفة على المستوى الفني وعلى المستوى الرياضي ويمكن من هذا المنطلق وفي هذا الصياق تم إطلاق المؤتمر الأول لمجلة علاء الدين تحت شعار أو تحت عنوان أطفالنا مستقبالنا صحة الطفل المصري أولوي حقيقة المؤتمر كان مهم جدا وحاضره عدد كبير من المسؤولين والمعنيين والخبراء والمتخصصين في مجال الطفل والكتابة عن الطفل وقضايا الطفل كان من أهم وأبرز الحضور معالي وزيرة التضامن الاجتماعي معالي وزير التربية والتعليم معالي وزير الشباب ورياضة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية هنتكلم بشيء من التفصيل عن أهمية هذا المؤتمر والدافع وراء انعقاد هذا المؤتمر وأهم وأبرز أهدافه ورسائل المختلفة اللي خرج بيها من هذا المؤتمر والتوصيات أيضا بطبيعة الأحوال ونتكلم على كمان الخدمات العامة اللي بتقدمها مجلة علاء الدين مشرفني بالحضور في هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين أستاذ حسين صباح الخير وأهلا بك صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدين طبعا بشكرك جدا على تلبية الدعوة مشرفنا ومنورنا ودايما حقيقة ضيف عزيز علينا على شاشة النيل الأخبار وكل سنة وحضرتك طيبة حقيقة طيبة وكل مشاهدين بخير الشرف لنا نحن نكون موجودين في التلفزيون المصري والنيل الأخبار ومسفير نحن بنشكر حضرتك جدا وفي البداية حقيقة قبل ما نتكلم على مجلة علاء الدين خلينا نبتزي بالمؤتمر وحرصق على إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر أطفالنا مستقبالنا وحقيقة نسبة الحضور كانت عالية ومتميزة جدا وكان فيه جلسات نقاشية كثيرة متعددة ومتنوع منها لأدار هذه الجلسات كمان من الأطفال وكان فيه حالة من التواصل والتفاعل المباشر مع الوزراء والمسؤولين والمعنيين الهدف والدافع من إطلاق هذه المبادرة أو هذا المؤتمر في الحاول هدف الطفل المصري وصحة الطفل المصري احنا بنتعامل مع الخدمة الصحفية اللي احنا بنقدمها مش مجرد مجرد مطبوعة بتقدم خدمة إعلامية وتوعوية وترفيهية لأطفال مصر والعرب لكن احنا أكيد لنا هدف كبير هو بناء الإنسان المصري وبناء الإنسان المصري بيبدأ من مرحلة الطفولة اللي فعلا يعني احنا بنرسم في عقله الكتير من الأفكار والاتجاهات والقيم نحو وطنه ونحو المجتمع اللي هو عايش فيه ويمكن الطفل المصري فيه الكثير من القضايا اللي هو فعلا محتاج أن احنا ندعم فيها وبقوة التعامل مع إصدار للطفل ليس مجرد خدمة صحفية ولكن نتعامل على أن هذه مؤسسة للطفولة حتى لقضايا الطفولة ولأن الدولة المصرية بتهتم بشكل كبير جدا في الفترة القليلة الماضية بيئة طفل المصري بشكل أوسع يمكن قضيط الصحة بالنسبة للطفل المصري بالإضافة للتعليم وغيره من القضايا يعني أنا باعتبرها من القضايا الأساسية لأن مش الصحة البدنية بس لكن الصحة النفسية كانت فكرة المؤتمر أن احنا ندعم بقوة في هذه القضايا وطبعا ده بيشجعنا يعني أن احنا نسير على نهج يعني أن يكون في حوار حوالين القضايا المرتبطة بالطفل ولما نجد أن المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور عواتج الدين والدكتور أشرف صبحي والوزير النبينا القباج وممثلة ووزير التربية والتعليم وممثل اليونسيف في مصر وممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس المجلس القوم للطفولة والأمومة ده بيأكد أن الفكرة تستحق أن يتم يعني منقشتها أن احنا نتعامل معها بشكل جدي جدا نسبة الحضور اللي كانت موجودة اللي أكدت من خلال المناقشات مدى أهمية هذا الموضوع اللي أعتقد أنه بيحطنا على سلم خدمة صحفية متميزة يعني تعيش أضايا المجتمع لأن الطفل المصري زي ما نقول هو فعلا أمن قومي يستحق مننا أن نناقش مثل هذه الأفكار ونتحرك بيها بمجال أوسع وأرحب ولا نترك كل شيء للدولة لكن إحنا كمان علينا دور كبير في منقشة مستهى هذه الأضايا وتسوأ طب أستاذ حسين يمكن يعني الطفل هو كان البطل الرئيسي والأساسي والحقيقي لهذا المؤتمر وكان الملفت يمكن زي ما قلت في البداية أن كان فيه جلسات نقاشية كانوا رؤساء العدد من الندوات من الأطفال المشاركين من الأطفال وكان فيه حوار وتواصل مباشر وصريح وتفاعل حقيقي ما بين عدد من الأطفال ووزير التربية والتعليم على سبيل المثال اتكلموا عن أملهم عن طموحاتهم عن احتياجاتهم هم محتاجين عن ملاحظاتهم كان حقيقي فيه حوار جاد وشيق وممتع ومعالي الوزير ابتدى أن هو يرد على التساؤلات اللي في أذهان الأطفال واللي كانت ملفتة جدا عبقرية التفكير وعبقرية الرصد من الأطفال ورد معالي وزير التربية والتعليم يعني هذه الحالة الجميلة اللي أنتو خلقتوها من خلال هذا المؤتمر حالة العصف دي أستاذ أمل يعني أكيد بليها إيجابيات كتير جدا يعني الولد أولا في منتهى الزكاء يعني ما عندهش التلقائية اللي كانت موجودة في أجياننا السابقة لأن كم الكبير من هذه المعلومات والسوشيال ميديا والفضاء المفتوح وسع من مدركه كبر من سنه بسرعة وأكتر يعني من سنه المعروف المراحل النمطية اللي احنا عارفنا عن مراحل نمو الطفل كمان بيخلي المسؤول بيقرب للولاد يعني بيحس بيهم أكتر يعني الرسالة الإعلامية يعني بمفهومة الكلاسيكي أنه متلقي ومصدر وتأثير التأثير بيكون أكيد أكتر من خلال اتصال الشخص والتواصل المباشر احنا يمكن بنقدم ده وبنعتبر أن قراءنا هم محررنا أن قراءنا هم المتفاعلين معنا أن أفكارنا من قراءنا وبالتالي التفاعل مع الولاد بهذا الشكل يعني الإيجابي اللي احنا شفناه احنا شفنا يعني ندوة ومنقشة كبيرة ما بين الأطفال في جلسة محاكاة وكأنك في جلسة من جلسات مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض ومسؤول في الحقيقة الحالة دي أولا بتخلي الطفل اللي بيرتبط بنا عارف قد إحنا يعني بنتعامل معه لأنه يعني قارئ وطفل زكي جدا أنه هو فعال أنه ليه يد وليه يعني ليه دور في الرسالة الإعلامية اللي احنا بنقدمها بتكون منه ومن خلاله وليه وبالتالي طبعا تأثيرها بيكون أعلى وبتكون يعني مرضودها إيجابي أخرى يمكن يعني استكمالا وتأكيدا على حضرتك ذكرته فكرة أنه هو الطفل له دور فعال ومشارك رئيسي وحقيقي في يعني مثلا في مجلة علاء الدين كنموذج أو كمثال مش دايما اللي بيكتب عن الطفل من الكبار يعني أنا حيالفت نظري فكرة المندوبين الصحفيين من الأطفال أنه يبقى طفل صغير أنت بتهيأه وبتؤهله أن يكون صحفي هو اللي بيجيب الخبر هو اللي بيرصد الحدث هو اللي بيسجله يعني صحفي صغير فدي كمان جزئية مهمة جدا أنه أنت بتدي الفرصة للأطفال أنه هم يشتغلوا بالفعل في العمل الصحفي طبعا أنا بخليهم يشتغلوا وبشتغل بأدواتهم يعني أنا موجود في كل الأدوات أو كل الوسائل الإعلامية اللي بتوصل رسالة للطفل المصري والطفل العربي ده مهم جدا عشان نقدر نكمل مشوار الهدف الرئيسي لأي إصدار للطفل لكن التوقف على الصورة التقليدية القديمة المرتبطة بحكاية أو بحدوت أو بقصة للطفل بعيد عن المتغيرات اللي احنا شايفينها في المجتمع العالمي الآن ما كانش ينفع نكمل بهذه الدرجة الإيجابية اللي تخلينا في الآخر نحقق الهدف الهدف هو التأثير على الطفل المصري الهدف هو أن احنا نوصل له قيمة إيجابية الهدف أن احنا نوصل له قيم زي الانتماء والوطنية ونتعامل مع عقله الذي كبر مبكرا في مرحلة مبكرة جدا 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 الطفل في منتهى الزكاء ولو لما تتعامل معه وتشعره بأنه هو فعلا قدير بهذا الاحترام هو مش هيتأثر بالرسالة الإعلامية اللي هي الهدف الرئيسي لنا طيب يعني في ظل هذه المتغيرات السريعة والمتلاحقة خاصة التكنولوجية وأنه في ناس كتير دلوقتي أو حتى من الأطفال يعني بيتطلعوا على المعلومات أو الأخبار أو أي مجلة خاصة بالطفل من خلال الإنت أو يعني بيبقى أونلاين ولكن حقيقة رغم ده ورغم أنه فيه أزمة حقيقة على مستوى العالم في بيع الجرائد والمجلات لأنه ابتدت الناس أنها تستغنى شوية أو بيقى فيه تراجع نوعا ما عن النسخ أو الإقبال على النسخ الورقية والبديل بها من خلال الإنت ولكن رغم كده مجلة علاء الدين بتبيع كل النسخ وبتبيع كل الإصدارات وما فيش أي مرتجعات لها يعني بتنفت كل النسخ المضوع لمجلة علاء الدين وده ممكن نعتبر أنه هو نموذج استثنائي في ظل ظاهرة عالمية مسيطرة ومهيمنة على العالم أنه النسخ المضوع تراجعت يعني في ظل طبعا زي ما حقيقة قلت التغيرات المتسرعة والمتلاحقة المتعلقة بالتطور التكنولوجي والتطور المعلوماتي والاعتماد على النت حابين نحن نتكلم على مجلة علاء الدين كنموذج نجاح تكلمنا عن التجربة دي عملتوا إيه عشان تقدروا توصول الأطفال عملتوا إيه عشان كل النسخ تتبع وما يتبقاش أي نسخة وما يبقاش فيه أي مرتجعات لمجلة علاء الدين هو قضية الصحافة المطبوعة اللي بتواجه فعلا أزمة كبيرة دلوقتي على المستوى العالمي مرتبطة بشكل كبير بالنمط الجديد لمزاج القارئ بشكل عام وطبعا دخول النت بشكل كبير والسوشيال ميديا ده في عملية استسهال كبيرة وأسرع ومشي في السياق رتم الإنسان بشكل عام دلوقتي لكن خلينا أقول لحضرتك لو اتفقنا أن الطفل زكي جدا لو اتفقنا أن أي خدمة صحفية أنت قادر تستوعبها وتتعامل معها بشكل احترافي هتلاقي أثر وهتلاقي رد فعل إيجابي من القارئ لك احنا بنقدم خدمة صحفية بتواكب عقل الطفل المصري الآن وخدمة متنوعة احنا لو بنتعامل مع الطفل المصري هنتعامل معها من سن 5 لسن 17 سنة بقدم خدمة صحفية متنوعة داخل الإصدار يعني تواكب كل هذه الأمزجة بالنسبة للطفل المصري دي حالة الحالة التانية الاهتمام بالسوشيال ميديا عن مستوى يعني كل البشر مش الأطفال دلوقتي هو كبير جدا طيب أنا ليه ما وصل لهمش من خلال السوشيال ميديا ليه ما روحش يعني على الفيسبوك ليه ما روحش على يتيوب ليه ما روحش على انستجرام أنا روحت للطفل في كل الوسائل المتعددة دي اللي هو بيروح لها وأخدته عشان أروح بيلي المجنة المطبوعة مش العكس يعني أنا استفدت من شغل السوشيال ميديا بشكل إيجابي على المطبوع خلقت حالة من التوازن لكن الأهم هو لما يروح للمطبوع هل هيلاقي فعلا خدمة صحفية تواكب زكاؤه عقله احتياجاته فعلا فلما بيلاقي ان المجلة فعلا الحمد لله رب العالمين يعني من خلال فريق العمل اللي شغال في المجلة جدير بأنه بيقدم له الخدمة الصحفية دي هو بيرتبط ارتباط كبير جدا جدا بيئ المجلة حتى المجلة فيها كل ما يمكن أن يكون فيه تفاعل مع الولاد بنظهر مواهبهم في الكتابة في الرسم في التفاعل في الموضوعات يعني احنا مش قاعدين في أربع حيطان عشان نطلع إصدار احنا موجودين في إيفنتات خارج المجلة احنا بنجيب مسؤولين ووزراء وبنتفاعل مع الولاد الولاد عندنا ما يقلش عن مية طفل احنا بنعتبرهم محررين للمجلة هم بيبعثوننا وبننشر لهم وكانهم هم فريق المجلة هم أسر التحرير المجلة لأن احنا لو تجمدنا على فئة معينة في الكتابة وفئة معينة في الرسم وفئة معينة في التناول الصحفي اعتقد ان احنا هنتأخر عن رتم الولاد وعن عقل الولاد وعن ذكاء الولاد وإحنا يمكن حرسين على ده وعين لده الحمد لله حضرتك يا أستاذ حسين قلت كلمة مهمة جدا ان احنا مش عايشين ما بين أربع حيطان وده بالفعل مترجم ومتمثل فيه يعني الانشطة المختلفة اللي انتو بتخرجوا بيها خارج إطار المؤسسة الصحفية فيه متنزهات فيه أماكن عامة بيبقى فيه حالة من التفاعل مع الأطفال اكتشاف المواهب المختلفة سواء المواهب الرياضية المواهب الفنية المواهب العلمية فده بيتم ازاي ان هو بتقدم خدمة توعوية وعلمية وثقافية وفي نفس الوقت بقى فيها جانب من الترفيه وبالتالي ده بيجذب عدد كبير جدا من أطفالنا بطبيعة الأحوال حقيقي احنا درجة التفاعل أي نجاح لأي إصدار صحفي هو على مدى يعني درجة التفاعل ما بين القارئ والمتلقي الولاد مسهلين الموضوع ده لأنهم في الحقيقة يعني بيرتبطوا بسرعة بكل ما يمكن أن يتفاعل معهم المهم تكون الخدمة تناسب قدراتهم وتناسب عقلهم وتناسب اتجاهاتهم احنا من اسبوع فات كنا في النادي الأهلي قبلها كنا في نادي الظهور على سبيل المثال قبلها كنا في متحف القوات الجوية قبلها يعني احنا يعني مشاركين طبعا كنا في معرض الكتاب على مدار اسبوعين بنعمل إيفنتات مع الولاد درجة التلاقي والتفاعل اللي بتبقى من المجلة مع الولاد بيدينا روح بيدينا حياة بيدينا طاقة جديدة ان احنا فعلا شغالين صح ان احنا بنتحرك مع الولاد وموجودين معهم على الأرض احنا مش بننظر وبس احنا مش بنكتب حدوتة وبس احنا مش بنطلع رسالة اعلامية موجهة من مصدر المطلقي وبس لا الولاد كمان لما بيشوفوا التجربة دي يا استاذة امل يعني درجة تفاعلهم بتزيد كتير جدا بيرتبطوا كمان بالمجلة بشكل إيجابي صحيح مش مجرد مطلقي لا هو فاعل هو موجود يعني كتير من مشروعات التخرج بلاقيها دلوقتي على مجالات الأطفال وخاصة مجلة علاء الدين كتير من المدارس اللي يكونوا حارسين انهم يكونوا موجودين في الإيفنتات بتاعتنا حتى داخل مؤسسة الأهرام الحالة التفاعل دي هي اللي بتأدي لرسالة فيها تأثير واثر إيجابي على الولاد واحنا حارسين طبعا احنا بنتعامل مع ده بشكل احترافي ان احنا بنوصل القيم بتاعتنا بشكل غير مباشر لان الطفل مش هيتأثر برسالة مباشرة يعني ما تعملش كده لا اعمل كده ده ما ينفعش ده ما ينفعش احنا بنوصل للولد بنخليه واحد مننا بيتفاعل معنا وافكارنا بنقدمها له اللي في الغالب بتكون إيجابية وهو نفسه بيتناولها مع المحيطين بيه وبيبقى أكتر المدافعين عنها طيب فيما يتعلق بيه يعني أشكال الدعم والمسندة المختلفة اللي بتقدمها مجلة علاء الدين للأطفال المصريين والعرب المتمثلة طبعا في الخدمات الصحفية المختلفة لما بتلاقوا نموذج معين ناجح أو متميز أو مبدع في مجال ما بتقدموا وبتسوأوا تسويق يليء بهذه العبقرية أو بهذه الموهبة من خلال كتابات صحفية مختلفة أو من خلال فكرة التفاعل في الإيفنتات أو الأحداث المنوعة أنتوا بيجيبوا الطفل وبتخلون هو يتواصل أو يتفاعل مع المعنى أو المسؤول أو يعني الخبراء أو المتخصصين ويبتدي أنه يعرض موهبته فده شيء جميل جدا لأنه عندنا كثير أطفال موهبين بس محتاجين لياخد بأيدهم ويساعدهم ويوصلهم لبر الأمان فده أنتوا دور مهم جدا بتقدموه في إطار الخدمات الصحفية المختلفة لمجلة علاقة هي فكرة التسويق جزء أساسي من الرسالة الإعلامية بتاعتنا يعني إحنا لو عملنا عبقرية لكن ما شفهاش الأولاد إحنا في الآخر ما أثرناش ففكرة التسويق موجودة بشكل كبير عندنا أنا عايز أقول لحضرتك أن يمكن صفحة الفيسبوك بس للمجلة خلال 28 يوم وده موجود على الصفحة البوست ريتش بتاعنا وصل لحوالي 7 مليون درجة التفاعل حوالي 6 مليون دي يعني دي بتلخص فكرة التسويق أن أنت بتعمل رسالة علامية بس عاوز توصل بيها ما تبقاش منكفئ على روحك وقاعد يعني بتعمل لوحة حلوة قوي لكن محدش بيشوفها فكرة التسويق خاصة لما يكون الأمر مرتبط بأزمة كبيرة في قصة الصحافة المطبوعة أنت لو ما هتمتش بيها حتى من خلال السوشيال ميديا نفسها اللي احنا بنعتبر أن مساوئها أو سلبيتها حتى على الصناعة أكبر من إيجابياتها لا هي ممكن تتحول لإيجابية كبيرة تأثر بشكل إيجابي على المطبوع الولاد إذا كان هما بيستسهلوا أن هما يمسيقوا الموبايل بيستسهلوا أن هما يدخلوا على النت احنا كمان بنروح لهم لغاية عندهم لكن المهم لما نروح لهم هما هيقتنعوا بينا ولا لا لو يقتنعوا بينا بيطيروا بينا وبالعكس بيبقى يعني هما دعاء لنا وده احنا حارسين عليه ففكرة التسويق اللي حضرتك بتتكلمي فيها هي فكرة مهمة جدا 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 ولازم نقدر نكون قادرين نعملها بشكل احترافي وبشكل مهم هيأثر علينا في صناعة الصحافة المطبوعة تمام حيكا لك مقال متعلق بيئة تأهيل الرياضي أو زي نحنا نبرز النماذج النكحة والإيجابية من أبنائنا وبناتنا في المجالات المختلفة ومنها المجال الرياضي فكرة كمان تقديم النماذج الإبداعية ونماذج المبدعة والنماذج الإيجابية والتركيز على السلبيات أو الإحباطات لأطفالنا وبناتنا ده مش شيء كويس حتى على المستوى الإنساني وعلى المستوى النفسي إزاي مجلة علاء الدين تتعاطى وتتعامل مع هذه الجزئية الهمة خلينا نتفق أن العالم كله في أزمة وإحنا لو ما كناش مدركين لده يبقى إحنا مش واغدين بنا لكن الحل إيه هل الحل أن إحنا نقع في مستنقع الإحباط واليأس والأفكار السلبية ده مش هيجيب نتيجة إحنا في أزمة كبيرة أزمة عالمية كبيرة وأكيد دولتنا يعني بتتأثر بها لأنها مش بعيدة عن العالم ده والتناول الإيجابي لدور الإعلام في ده مهم جدا وإحنا يعني وقت الأزمات الإعلام المصري دايما بيقف جنب دولته جنب مجتمعه جنب ولاده وجنب مواطنيه وبالتالي مهما كانت الظروف الصعبة لازم يعني نتعاطى الأفكار الإيجابية ما يبقاش عندنا روح أنانية روح يعني استسلامية روح فيها يأس بل بالعكس وإذا كان ده بالنسبة للقبار فأعتقد أنه هو للصغيرين لازم يكون بشكل أكثر تركيزا إحنا اللي بنشوف نمازج رياضية إيجابية بنركز عليها بشكل حالو أوكي تمام أما النمازج وخاصة يعني أقول لحضرتك لما يكون في وعي عند الإعلامي أو عند الصحفي لكل المتغيرات المحيطة به ويركز فيها على السلبي فقط فأعتقد أن النواية ما أعتقدش أنها سليمة بل بالعكس أنا سمتها الأفكار الفزدة لأن إحنا مدركين لده بشكل كويس أكيد الإعلامي والصحفي وصل لمرحلة من النطج الفكري اللي تخليه يعرف يفرق ما بين أزمة عالمية وما بين أزمة مرتبطة بمجتمعنا بس إحنا لازم نكون زي ما بيقوله قادة رأي لازم يكون لنا دور تنويري وتوعوي وخاصة في وقت الأزمات لكن لما إحنا نتراجع عن الدور ده وينحاصر الدور ده وينتبنى نحن اليأس والإحباط والأفكار السلبية والأفكار السيئة دي أمين هيقود الرأي العام في المجتمع وبالتالي إحنا حارسين على ده أن إحنا نقدم طول الوقت حتى لو كان في مشاكل أو أزمات نقدم الصورة الإيجابية اللي موجودة اللي بتحاول تخفف من أثر السلبية تمام حقيقة كمان كان اللافت في مؤتمر أطفالنا مستقبنة وعمومة للخدمات الصحفية اللي بتقدمها مجلة علاء الدين هي بتهتم بالأطفال دوي الاحتياجات الخاصة ودوي القدرات الخاصة وكان ليهم نسبة حضور كبيرة جدا حقيقة ومحترمة ولافتة للنظر في هذا المؤتمر إيه كمان اللي انتو بتقدموه لدوي الاحتياجات الخاصة وطبعا إحنا عارفين فيه يعني اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية وكان فيه مؤتمرات حقيقة موجهة بتخاطب بشكل محدد دوي القدرات الخاصة وقادرون باختلاف إيه اللي انتو بتقدموه كمجلة علاء الدين في التواصل والتفاعل ومشاركة أبنائنا وبناتنا من الاحتياجات الخاصة في مناحي الحياة المختلفة خليني بداية أشيد يعني بجهود الدولة المصرية في هذا الملف طبعا بقادة الرئيس عرفتاح السيسي قادرون باختلاف يعني عايز أقول لحضرتك أنه مشروع يعني في بناء الإنسان المصري مشروع بيبني المجتمع ده يمكن إحنا في فترة طويلة من عشرين حداشر لغاية من سنوات قليلة ما كانش فيه اهتمام واسع بملف الطفل المصري لكن الاهتمام خلال الأربع خمس سنوات الماضية بهذا الملف هو يمكن من أكتر المشروعات اللي أنا باعتبرها على المستوى الشخصي اللي بيشوفها المجتمع المصري دلوقتي إحنا مش بنتعامل مع زاوي الهمم أو زاوي القدرات الخاصة وكأنهم فئة أخرى وكأنهم يحتاجون إلى يعني الإنسانيات أكتر من إحنا بنتعامل معهم هم جزء أساسي معنا في كل نشاط منه إحنا مش بنقول لهم أنتوا زاوي همم إحنا مش بنقول لهم أنتوا يعني في حاجة ما إحنا وضعين لنا كان فكرة ألمان أو التفاضل اللي دي فكرة مرفوضة يعني فكرة الاندماج موجودة عندنا بشكل كبير ما فيش إيفنت إحنا بنعمله إلا ما يكونوا موجودين ما فيش منقشات بنعملها مع الولاد إلا ما بيكونوا موجودين يعني أعيز أقول لحضرتك أن المندوبين الصحفيين اللي احنا عاملنهم في مجالة علاء الدين يمكن جزء كبير جدا منهم أو نسبة كبيرة منهم من زاوي الهمم هم مولاد في منتهى الزكاء وقدراتهم خارقة وإحنا بنتعامل معهم طول الوقت من المنطلق ده مش منطلق أن هم اللي محتاجين لأحنا بنتعامل لأحنا اللي محتاجينهم فالدولة المصرية في الحقيقة في الوقت الراهن فيما يخص الملف ده بتقوم بمجود كبير جدا جدا وإحنا بنكمل وراها إحنا مؤمنين بالقضية لأن الطفل المصري اللي هو من زاوي الهمم لقدرات أنا أعتقد أنها مش موجودة عند أطفال أخرى أسوياء أو أطفال أخرى في العالم ممكن المواهب الرياضية الفاذة من أولادنا زاوي الهمم يعني واضحة وموجودة للعيان والحمد لله أن اهتمام الرئيس الشخصي بهذا الملف أعتقد أنه بيشجع بشكل إيجابي باقي مسؤول الدولة الاهتمام بهذا الملف وأعتقد أن ده من الإجابات الكبيرة صحيح طب فيما يتعلق بأهم أو أبرز القضايا أو الموضوعات أو الملفات اللي بتهم أطفالنا سواء في مصر أو في الدول العربية المختلفة واللي بتحرص مجلة علاء الدين أن هي تتناول هذا جانب جانب تاني متعلق بالإخراج الصحفي أو بالتصميم أو بالرسومات أو بالألوان عشان مهم كمان وانت بتقدم النسخة المطبوعة إن هي تجذب وتشد عين الطفل عشان يقراها وهو مبسوط ومرتاح التوليفة دي بتتم إزاي؟ طبعا العامل الجاذبية للطفل هو مهم جدا صحيح أنا مؤمن بأن أي قضية أنت ممكن تترحى على الولادة أنا عايز أقول لحضرتك أن إحنا في المجلة يعني عاملين باب مفقر معنا مثلا سبيل المثال في هذا الباب تناولنا قلت له يعني إيه حرية؟ يعني إيه ديمقراطية؟ يعني إيه احتلال؟ يعني إيه عنصرية؟ دي قضايا كبيرة جدا يعني إحنا بنقدمها للكبار بشكل يعني يعني حتى فيه مفاهيم كبير المفهوم الكبير دي أنا بقدمه لولادة بس المهم أنا بقدمه إزاي؟ إزاي أنت تكتب بسلوب وصياغة للطفل يعني إيه قدر يستوعبها بالإضافة بقى للشكل الرائع للحمد لله فريق بجل الأخراج الصحفي بيقوم بيه وأعتقد أن الشكل مهم جدا جدا في جاذبية المضوع بالنسبة للكبارة أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حسين الزناسي رئيس صحرين مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين بحييك وبهنيك على نجاح المؤتمر الأول لمجلة علاء الدين أطفالنا مستقبالنا صحة الطفلة المصري أولوية وبحييك وبهنيك على نفاذ كل النسخ والإصدارات المضوع لمجلة علاء الدين وهو حقيقة نموذج يحتذى به وتجربة صحفية ناجحة وقدوة لكل المجلات والجرائد المضوع المشكرة جدا وشرفتنا ونورتنا وجزيل الشكر على تلبيت الدعوة شكرا جزيلا لحضرتك والكل المشاهدين ومزبيركم شكرا جزيلا ومتواصلين مع حضراتكم مشاهدين الكرام ونتركهم الآن وفقرة العالم في الصورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة